وهنا أحبائي نرى التواضع بأجمل المعاني يعني المسيح مش بس يعني التجسد هو التواضع ولكن كونه أن يكون عبد وأن يموت على الصليب إنها عظمة التواضع قمة التواضع جمال التواضع نصرة التواضع فالمتواضع أحبائي يرفعه الله ثم أحبائي في الصليب نرى محبة الله ما في شيء إلا بتشوف محبة على الصليب محبة غير محدودة كما قال يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد النفس لأجل أحبائه الذي أحبانا وقد غسلنا من خطايانا بدمه على الصليب نرى غفران الله الكامل الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا فعلى الصليب أحبائي نرى غفران الله أيضا الغير محدود ثم على الصليب نرى عدالة وبر الله وهي العدالة أحبائي كل من يرفض لابد أن يدفع ثمن رفضه للصليب ونرى بر الله وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه نرى قوة الله للخلاص خلاص المسيح كما يقول الكتاب وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وأنا إن ارتفعت أجذب الجميع إلي ثم أحبائي نرى قوة التطهير إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يطهرنا من كل خطية من كل إثم أحبائي على الصليب أزال اللعنة لعنة النموس افتدانا من لعنة النموس لأن النموس حكم علينا بالموت إنه ما فيه ولا أي إنسان في هذا الوجود يعمل الصلاح اتصار لعنة لأجلنا حتى إيش نتبارك تحل علينا البركة الصليب أعطانا القوة أيضا أن نحتمل الآلام وهذا ما نشوف أحبائي إنه يسوع هو مثالنا فنحن نتمثل بيسوع المسيح ثم على الصليب دفع ثمن خطيانا ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه نحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا الصليب في قوة الله وفيه أيضا حكمة الله على فكرة الصليب أصبح علامة المسيحية أي علامة الخلاص حتى من بداية الكنيسة بتشوف على القبور على الكنائس على إلى يوم من هذا بتشوف كتير ناس تحط الصليب على إيدها إلى آخر بتشوف إشارة الصليب في كل مكان وفي معظم الكنائس دايما بتكرم عمل المسيح على الصليب من خلال إشارة الصليب فيؤكد إيماننا يعني هذه الإشارة يؤكد إيماننا بصلب المسيح يعني كل ما صلبنا أنا أؤمن أن المسيح تصلب من أجلي لأن الصليب مثل ما ذكرت علامة المحبة محبة الله لنا من خلال المسيح ثم يؤكد إيماننا مش بس بالفداء يعني الكاتوليك بالإيد مفتوحة جراح المسيح الخمسة مش بس بالفداء ولكن بالثالوث هنا الأرتودوكس بالثالوث القدوس الثالوث والطبيعتين الإنسانية والإلهية ومن خلال رسم إشارة الصليب لاحظ بتآمن في صلب وموت يسوع المسيح بتآمن في هوية يسوع والطبيعتين الإلهية والإنسانية وتؤمن بالثالوث القدوس وهذا كله عن طريق الفداء وأريد أن أقول يعني رسم إشارة الصليب ممكن أن أول مرة بتسمعوها مني مهمة لإعلان هذه الحقيقة أنا مش بتكلم أنه ناس على الفاضي مليان عم بيت صليب بدون أي قوة لأي فاعلية ولكن أنا بحب أكد إحنا بالذات الإيمان الشرقي اللي عشنا في الشرق الأوسط يريت أنه تكون جزء من صلواتنا اللي هي رسم إشارة الصليب اللي هي عبارة عن اعتراف بآلام وموت يسوع وجراحاته وطبيعته الإلهية والإنسانية والثالوث كلها مرتبطة بإشارة الصليب يبتدي يكون جزء من حياتنا المسحي ومش غلط أنك ترسم إشارة الصليب موسيقى